ذكر جهاز الخدمات الصحية البريطانية أن 21 شخصاً في حالة حرج في المستشفيات بعد إصابتهم في هجوم لندن الإرهابي وطبقاً لمصادر إعلامية فإن من بين 50 شخصاً أصيبوا في الاعتداء فإن 36 شخصاً لا يزالون يعالجون في المستشفيات فيما توجهت رئيسة الوزراء تيريزامي إلى مستشفى كينغز كوليج جنوب لندن لزيارة المرضى